في أخبار الاقتصاد أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي المكلف عادي الفرح أن برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدر على الصمود يعمل على تحسين الأمن الغذائي وزيادة الدخل لقطاع المنتجين في مناطق الإنتاج وذلك بدعمهم للصمود أمام التغيرات المناخية في مناطق الإنتاج وأوضح فرح في اجتماعه المطول باللجنة الفنية لبرنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدر على الصمود أن البرنامج جهد مشترك بين الحكومة السودانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد وأشار إلى أن هذه الشراكة تهدف للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتحويلها من قطاع تقليدي إلى قطاع اقتصادي حديث يساهم في التنمية المستدعمة